عام على ما حدث لأهلنا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة؟ أهلا بحضركم سيد شافكي وعايزين نقول إن هي ليست 7 أكتوبر إحنا بنحارب من حوالي 105 سنة 7 أكتوبر هو ده اللي شافه المجتمع الدولي ولكن 105 سنة منهم 30 سنة الاحتلال البريطاني في فلسطين ومنهم 75 سنة الاحتلال الصهيوني في فلسطين أو بالأحرى في قطاع غزة فأنا أعتقد إن 7 أكتوبر قدام المجتمع الدولي علشان كان فيه 1200 قتيل من إسرائيل حوالي أكتر من 240 أو حوالي 240 أسير من الأسرة الإسرائيليين أعتقد ده اللي لفت انتباه المجتمع الدولي وبدأ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تقول إن بيحصل فيه كارثة في فلسطين أو في قطاع غزة ولكن عايزة أقول لحضرتك على حاجة من سنة 48 عندنا قرار 141 للتأسيم قرار التأسيم إن هناك دولة فلسطينية مقابل الدولة العبرية الدولة الفلسطينية منذ عام 48 المجتمع الدولي يعترف إن هناك دولة فلسطينية وكانت النسبة بحوالي 45% للجانب الفلسطيني و55% بالنسبة للجانب الإسرائيلي بدأت مستوطنات ومستوطنات ولغاية ما وصلنا للنسبة دلوقتي لحنا دايما بنرجع أستاذ شافكي نقول كده الرجوع إلى ما قبل 67 ما قبل 67 بدأت اليهود أو بدأت إسرائيل تعمل المستوطنات الإسرائيلية بتاعتها لغاية ما وصلت النسبة بالنسبة للأراضي الفلسطينية 22% للأراضي الفلسطينية و78% بالنسبة للأراضي الإسرائيلية 7 أكتوبر ليس وليد اللحظة ولكن ما هو إلا انفجار لضغط حاصل فيه ليست أيضا حماس ولكن السلطة الفلسطينية الفلسطينيين كلهم أعتقد إن 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر زي ما بقول حضرتك إحنا بنعاني من هذا الاحتلال لفترات طويلة والمجتمع الدولي هناك اعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن المجتمع الدولي لا يعيد أي اهتمام بوجود الدولة الفلسطينية المجتمع الدولي بيشوف إن هناك دولة إسرائيلية دولة عبرية فقط ولكن لا يبالي بهذه الدولة الفلسطينية ولكن اللي حطت لـ 7 أكتوبر في الاسبوت أو فوكس على السبع أكتوبر هي كمية اللي حصل بالنسبة للإسرائيليين 2240 أسير الضربة الاستباقية اللي قامت بها حماس وليست من عقيدة حماس إن هي تعمل ضربة استباقية في الأول زي ما احنا شوفنا ولكن كان هناك في ضربة استباقية لإسرائيل ولكن هما زي ما بنقول إيه كسروا هذه الحواجز وبدأوا يعملوا يوم 7 أكتوبر فأنا أعتقد بدأت العالم كله والمجتمع الدولي يبص لـ 7 أكتوبر لكن أنا أعتقد القضية قبل 7 أكتوبر كان هناك الكثير أستاذ شافكي يعني حضرتك إرجعي في السمانينات من القرن الماضي حضرتك أيام شارون حضرتك يعني كان هناك قتل للفلسطينيين ولكن بالتجويع لمدة بالأسابيع في المخيمات هناك تجويع بالنسبة للفلسطينيين تمام حضرتك هو ده السراع يعني العربي الإسرائيلي الفلسطينية دي القضية الفلسطينية نحن يعني هذا هو مشوار القضية الفلسطينية الحقيقة طبعا يعني على عقود متواصلة منذ أيام الاحتلال البريطاني حضرتك مرة الإسكندر المكدوني ومرة نابليون بنابرة بغزة نفسها لدرجة أن يعني إيهود باراك قال مرة لفرانسوا ميترا قال له أنا عايز ألقي بقطاع غزة في البحر لأنه عامل عقدة بالنسبة للإسرائيليين لأن قتل كل الأعداء وكل البيوش اللي كانت بتهاجم حتى شمال إفريقيا كانوا يبد أن يعدوا من قطاع غزة غزة الحملات الصليبية غزة واحد وغزة اثنين وغزة ثلاثة كل من قطاع غزة غزة مقاومة وليست وليدة اللحظة 27 دكتور سعيد نأتي إلى الحدث نفسه وغزة وما جرى في غزة كان فيه تنبه أنا أتحدث الآن عن الدول العربية لكن بالتحديد من الأردن ومن مصر بأن غزة إذا مست منذ اليوم الأول على فكرة لما حدث في غزة بأنه إذا ما استمرت هذه الحرب وطال أمدها ستغير المنطقة تغير أشياء كثيرة ما بعد غزة هناك غزة وهناك ما بعد غزة منطقة الشرق الأوسط نتحدث عن المنطقة العربية بيئة تحديد نتحدث عن مصر والأردن أكثر دولتين وكنا نتحدث قبل الهواء أكثر دولتين تحملت النتائج وتبعياتها من الحرب على غزة ماذا جرى للعالم بعد غزة؟ شوف حضرتك يعني فيه جانب إيجابي وجانب سلبي الجانب الإيجابي إن إحنا كعرب بدأنا نحس فعلا تاني واعدنا عملية أحياء القضية الفلسطينية فيه أجيال كتير جدا دكتورة لسه مش عارفة إيه القضية الفلسطينية وأطفال الحضارة وإيه وإيه بدأنا إن إحنا نعيد سر بالتاريخ مرة تانية لهقول الأطفال وهذا الجيل وبدأت يعني أنا أعتقد شوف حضرتك سيد شافكي جامعة الدول العربية يعني بدأنا نبص لجامعة الدول العربية بقينا ننتظر ما هي مخرجات جامعة الدول العربية الاجتماع الوزاري اللي كان حاصل منذ فترة واجتماع الجامعة الدول العربية في البحرين وغيره وغيره بدأنا نبص لجامعة الدول العربية ما هي المخرجات. القضية الفلسطينية وما حدث. اللي شايل الشيلة فعلاً زي ما احنا بنقول اردن ومصر. مين اللي كان بيدخل مساعدات انسانية؟ المساعدات الانسانية 80% من المساعدات الانسانية عبر معبر فالرفح كانت من خلال مصر. مصر هي اللي مدخلة اكبر كمية من هذه المساعدات بتتعاون مع الاردن. بتتعاون مع دولة الامارات العربية تركيا. كله كان من خلال مصر هي اللي كانت بتدخل هذه المساعدات حضرتك يا دكتورة ما تنسيش أول من وقف في هذا العدوان من بعد حضرتك أن تتكلم عن المجتمع الدولي من بعد 7 أكتوبر والهجوم البر الوحش من الفاعل المارك بن يمينيا تانياه وكانت الدولة المصرية والقيادة السياسية يوم 21 أكتوبر قمة القمم اللي عقد مؤتمر السلام اللي عقد في العاصمة الإدارية وكانت تحضره أكتر من 33 دولة و7 منظمات دولية منهم العالم الإسلامي وجماعة الدول العربية والأمم المتحدة منهم من أردن كان حاضر في هذا المؤتمر وتركيا هذا اندل الصورة قدام المجتمع الدولي أن هناك دول عربية لما حصل هذا الهجوم البر الوحش مش 7 أكتوبر لا الهجوم اللي بدأ بعد الرد الفعل على ما حدث من الدرق ببر الاستباقية اللي حملتها حماس أنا أعتقد أن الصورة قدام المجتمع الدولي لا إحنا كعرب فيه هناك توافق فيه الرؤى مع الدول العربية 33 دولة اللي حضروا يوم 21 أكتوبر ليسوا فقط الدول العربية ولكن من الاتحاد الأوروبي من الأمم المتحدة أنتونيو الأمين العامل أمم المتحدة كان موجود وكان موجود لو حضراتكم تفتكروا في معبر رفح قبل ما يتفتح وبعدها الثاني يوم احنا فتحنا معبر رفح وكان بيقول للعالم أن حتدخل المساعدات الإنسانية وكان سياطة رئيس عبدالفتاح السيسي بيكلم بيقول المستدامة وكان أنتونيو جوتيرش موجود على المعابل أنا عايزة استأذنك بس في حاجة يا دكتور خلينا برضو أنا عارفة طبعا الحماس اللي عند حضرتك إحنا محتاجين إن إحنا نرصد الأشياء ولكن بإقاع أسرع حتى في الحديثة عشان نقدر نقدم أكتر من سؤال لحضرتك سؤالي التالي وأستأجينك في إجابة سريعة هي الأدوات أدوات الضغط سواء اللي تم استخدامها وما عملتش ضغط أو الأدوات اللي مفروض إن إحنا نكمل العمل عليها أولا منهم القوة القوة المؤتمرات على فكرة حضرتك أستاذة شافكي المؤتمرات وعقد مؤتمرات في اللحظة وفي التو في اللحظة لما حصل هذا الموضوع قدام العالم والمجتمع الدولي إن الدول العربية من سكتة لأ هناك تحرق في هذا الموضوع أنا عايز أكلم حضرتك سواء إذا كان السياسة الخارجية للأردن أو السياسة الخارجية للدولة المصرية حضرتك شو فيه التفاعل الرهيب بالنسبة للدولتين عقاب هذا الهجوم البري الوحش كم حد من الدول والعالم ظارنا في الدولة المصرية كام مرة عقدت الأردن اتفاقيات وكثير من الاتفاقيات والسياسة الخارجية حضرتك الزيارات اللي بتحصل في الأردن أو في مصر دي بتدل إن هناك توافق في الرؤى بين الأردن ومصر والمجتمع الدولي إن اللي بيحصل ده مصح اللي بيحصل دوت لابد من وقفة إن اللي بيحصل دوت إحنا اللي خلينا ضغطنا على مجلس الأمن حضرتك بقرار 27-25 في ديسمبر 2023 بدخول الدعم المساعدات الإنسانية المستدام لقطاع غزة وللأسف ما بيتحركش بس إحنا اللي ضغطنا إحنا المجتمع العربي الأردن ومصر هي اللي ضغطت كل ده بيعيد للمجتمع الدولي لا هناك وقفة للدول العربية سواء إذا كان أردن سواء إذا كان مصر الإمارات العربية المتحدة بترغم مجلس الأمن إن هو يطلع مثل هذه القرارات 27-25 27-35 اللي كان صادر في يوليو 20-24 علشان وقف إطلاق النار الفوري والمستدام اللي قالته الأردن واللي قالته مصر إن نحن مش عايزين وقف إطلاق نار وهدنة لا نحن عايزين مستدام أعتقد إن داك بيؤثر كتير ورغم ذلك دكتور يعني نتحدث الآن برغم النداءات والعالمية وبرغم موقف الأردن وموقف مصر وموقف دول أخرى مساندة لنا وكان الموقف أنا أريد أن أؤكد دكتور بأن الموقف كان إنساني سياسي طبعا في هذا الموضوع لكن ليس هناك أي قرار لإيقاف على أرض الواقع بالعكس كل ما مر الوقت إسرائيل تتغطرس بشكل أكبر في جرائمها الآن محكمة العدل الدولي أين هي من الواقع؟ أنا أقول بأن القانون الدولي بعد أحداث غزة لا يمتلى الواقع بأي صلة يعني في هذا الموضوع محكمة الجنايات دولية جنايات دولية ورغم ذلك ما في شيء ما هو القرار الذي سيحكم إسرائيل في هذا الموضوع ما الذي سيحكم إسرائيل في هذا الموضوع هل هناك سلطة دولية؟ لا يوجد سلطة دولية على أرض الواقع تمام ولا في منظمات دولية حضرتك القرارات اللي احنا بنتكلم عنها 27-25 و 27-35 ماذا فعلت هذه المنظمات دولية؟ ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ ولكن دكتورة حضرتك نسكت؟ ولا كده أفضل إن أنا أخلي خمسة من الدول في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وإن أسبانيا ومدريد كنا لسا عاملين في مصر والقيادة المصرية وزير الخارجية كان موجود في مدريد علشان يعمل مخرجات لمدريد إن لابد من وقف اللي هي الرشيدة المصرية اللي احنا دايماً بنتكلم عنها اللي اتقالت أستاذ شافكي من يوم 21 أكتوبر الرشيدة المصرية اللي احنا بندور في الفلك بتاعها الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار دخول المساعدات الإنسانية المستدام لقطاع غزة لا للتهجير القصري لا لفض القضية الفلسطينية والجديد اللي بتحطه إسرائيل كعرقيل لعدم وجود اتفاق هدنة مع بار بلاد الفي لا لا احتلال لا أولياء لوجود العسكري في بلاد الفي أعتقد إن الرشيدة المصرية اللي بتدور في فلكها كل المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية وبلينكين وغير وكله ومخرجات مدريد وتركيا وكل هذا بتدور في هذه الرشيدة المصرية إحنا بس عايزين إحنا محتاجين إن إحنا يكون فيه يعني إصرار على هذه الرشيدة وده الإصرار ده يا دكتورة هو اللي خلى الدول الخمس دول في الاتحاد الأوروبي أسبانيا تعالي نعترافها بدولة فلسطين ده اللي خلى جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا وكان لها موقف نعم وترفع عضية ضد إسرائيل حد يتخذ شوفي البعض الجيد سياسي حضرتك إسرائيل وجنوب إفريقيا دكتور هل تأبه إسرائيل بذلك يعني السؤال اللي بيطرح نفسه وأنا سأتحدث في اسم الشارع العربي كما يقول الشارع العربي أنا لا أتحدث في اسمه كما يقول الشارع العربي إسرائيل مش ثائلة ما بهمها بهمها ولا هذا صحيح بالأسف ما بهمهاش أنا عايز أقول لحضرتك إن إسرائيل في هذه الحرب الخبيثة عايز أقول لحضرتك إن هي ضربت بكل قرارات وبكل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والقرارات مجلس الأمن وأنا أعتقد إن إسرائيل بتنتهز فرصة السنة الخاصة بالانتخابات الأمريكية الكلمة الوحيدة لوقف ماذا ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة هي للولايات المتحدة الأمريكية